السلام عليكم ورحمة الله الله يصبح الجميع بكل خير طريقة تغيير البلف الخاص باليورغان 2 اللي هو هذا هو الطريقة كالتالي أول شيء نفك ستوك هذا النقطة الأولى بعدها نجي نفك الفيبر الحامي هذا اللي هو الخدة نطلعه طبعا مساميره فاك أنا مجهزها بعدها نجي نفك الجسر هنا وكذلك نجهز بعد بعد ما نفكه نجي هنا نفك المسمير الأربعة ذولي اللي يتبت الصبطانة بعدها نجي ونطلع الصبطانة بالشكل التالي الآن نجي نفك المسمير هذا اللي بالأعلى نطلعه بألنكي أربعة ملي نجي الآن فيه نفك آخر داخل نفكه كذلك ونطلعه اللي هو الخاص بالبولت الآن طلعنا المسمار اللي هو في الجزء هذا نيجي الآن نفك المسمار هذا هنا هنا انتبهوا لابد تستخدم تسخين لأن احيانا يكون قاسيا ممكن يبوز المسمار مثل ما قلناكم هذا محطوط على اللوكتايت وهذا مهم جدا ان الواحد اذا فكه يرجع يحط عليه كذلك اللوكتايت الآن بالشكل هذا على نفس المسمار على الخفيف بس بالشكل هذا نجيب الألنكي نجيب الألنكي طبعا اللي هو 2 ملي نحطه لاحظتم كيف قوي خلاص بس الرخي علىه فقط الآن بعد ما رخينا عليه لاحظوا لو أسحب الصيخ يطلع معي الآن طبعا نحن لما فكينا هذا الخلفي لأجل نحرر الصيخ من البولت الآن نرفع الصيخ نحاول أنه نرفعه ونحن ضغطين هنا لأجل الاحتكاك هنا على الخفيف بالشكل هذا ونبدأ نسحبه للأعلى بالشكل هذا طلع معنا الصيخ هذا لأجل ناخد راحتنا في فك البلينو الآن الأجل ناخد راحتنا كذلك بالفك نحرر الصيخ هذا نجي الآن نفكه من هنا بمفك الجزء هذا زي ما تشوفون هذا نفكه بالشكل 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 هذا ونرفعه للأعلى وراح يطلع معنا من مكانه نزله على الخلف ونسحبه نطلعه من مكانه اللي هو هذا هذا حق الزناد طبعا طبعا طريقة تخرجه لأجل نعوج للأصيخ بالشكل هذا على طرف ونبدأ نسحبه وبنفس الوقت نمسكه معه الوسط لأجل يطلع بسلاسة وبدون أي احتكاك وهذا هو طلعنا الآن اتضح معنا البلف هذا هو البلف طيب ليش احنا ما فكنا البلف من البداية ما فكناه لأن فيه جزء منه البلنوم مغطي عليه لو فكنا راح يمسك في البلنوم الآن كل اللي علينا نمسك هذا من هنا ما نمسك البندق من هنا لأن احنا نبغى نفك الجزء هذا فقط ونبدأ على الخفيف نفك حتى نطلع الجزء هذا بالكامل هذا هو الجزء اللي بنشتغل عليه وهذا هو البلف الآن بعد ما فكناها فيه ملاحظة مهمة بعض القطع تجي زي ما تشوفون نحاول نشغل القضاءة لاحب جميل لاحبوا بعض القطع تجي هذه مغطية على لاحبوا تجي القطعة هذه مغطية على نفس البلف بيت البلف فنضطر أن نفك القطعة هذه كلها بالكامل من مفك 15 أما بعض القطعة لا تجي بالأصل فيه شطفة هنا فيه هنا شطفة اللي يمسك ها المفك زين تكون بعيدة لاحبوا الشطفة هذه شفتوها مستقيمة أحيانا ما تكون مستقيمة أثناء ربط القطعة هذه تكون ماسك على بيت البلف فهنا نضطر أن نفك القطعة هذه بالكامل إذا كانت بالشكل هذا زين ما تشوفون لاحظتم الجزء الآن الشطفة مهي هنا الشطفة هذه هنا جاية هنا لأنهم هم يشدون صارت الشطفة هنا فمغطية على بيت البلف هنا نضطر أن نفك القطعة هذه لكن لو كانت بالشكل هذا الشطفة بغيدة يعني الشطفة جاية هنا فمهم مشكلة عادي تفك والقطعة هذه موجودة طبعا فك بألنك خمسة بالشكل هذا بسم الله ونفك نطلع الآن البلف الآن زي ما تشوفون فك نطلع البلف وبيت البلف هذا هو زي ما تشوفون طبعا يجي الطقم أنا شفت طقم اللي يجي 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 القطعة هذه الوحدة أو تجي مع بيت البلف لكن اللي ما تجي اللي هي السبرينج لذا تاخذ السبرينج من الأصدار الأول الأصدار الأول اللي هو هذا اللي جاي قطعتين اللي جاي ربلتين هذا هذا هو الأصدار الأول شفتوا الأصدار الجديد ما يجي فيه القطعتين دولي وتشيل السبرينج تحط في الجديد الجديد طبعا يجي فيه ربلة هنا في بيت البلف وتركبه طبعا لا بد القطعتين دولي مع بعض ما تمشي ما تمشي اللي فيه ربلتين ما يمشي مع القطعة الجديدة ولان فيها ربلة جوه فأنا نأتي نركبه زي ما تشوفون نحط على شوية سيليكون غريز ونرجع ونركبه في مكانه ونبدأ نشد عليها الخفيف وتحط كذلك سيليكون غريز على البلف وبكذا نكون انتهينا ونعيد تركيب القطعة زي ما فكناها من البداية طبعا في ملاحظة أخيرة ممكن تفك البلينوم ممكن تجي القطعة هذه ثابتة وتنفك من البلينوم وممكن تكون ثابتة بالبلينوم وتنفك بالشكل هذا فكلها واحد لكن لو انفكت بالشكل هذا أفضل لأجل تاخذ راحتك في فك البيت البلف هذا اجتهاد شخصي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ودعواتكم والله يوفقنا وإياكم للخير أينما كان وفي كل مكان